وإلى زاوية الرياضية حيث تمت أو تمت أعملية انتقال كريستيانو رونالدو بشكل نهائي ورسمي إلى الدوري السعودي حيث تم عرض كريستيانو رونالدو أمام عشرات الألاف من الجماهير في أستاذ النصر أو أستاذ النصر السعودي ورحبنا معي في الأستودي ممراسل I24 News ويسام كمان مرحبا بك بداية يعني دعنا نقول كيف شاهد مراسم يعني دعنا نقول استقبال كريستيانو رونالدو والحدث الأكبر يعني لربما في تاريخ الكرة السعودية يعني لم يكن مفاجئا هذا الحدث الكبير والاحتفالية الكبيرة التي عادت لنا الأثهان عام 2009 عندما قام لفرونتينو بيريس بتقديم رونالدو أمام ما يقارب 80 ألف متفرج في أستاذ صدياقو بن ربيو هنا نشاهد استاذ مرسول بارك وصول كريستيان رونالدو ربما نقول أكبر لاعب في هذا الحجم يصل ليلعب في الشرق الأوسط بالذات في بلد عربي كريستيان رونالدو نجم الأسطورة الذي وقع عقد مع نادي النصر المحترف في دوري السعودي يتحدث في المؤتمر الصحفي لتقديمه في البداية أدهم دعنا نستمع لما قاله رونالدو في هذا المؤتمر الصحفي ونعود لقد أكملت مهمتي جيدا في أوروبا ولعبت مع أكبر الأندية طوال مسيرتي والآن أمامي مهمة جديدة في قرات أسيا بمساعدة عائلتي أريد أن أغير وأطور الكثير من الأشياء في عالم قرات القدم خلال هذه التجربة وأريد من الناس أن يحصلوا على تكوين فكرة وسام من تعبير وجه كريستيان ورونالدو على الأقل يمكن القلب أنه سعيد أو راضل عن هذه الخطوة رغم الحديث طويلا عن رغبتي في البقاء في أوروبا مما لا شك فيه أدهم دعنا ننظر إلى هذه التعبير رونالدو كان يرغب بالبقاء في أوروبا ويبقى في الأضواء الكبيرة يلعب في دوري أبطال أوروبا يواصل تحطيم الأرقام ولكن لم يكن له الكثير من الراغبين هو قال في المؤتمر الصحفي أنه وجاءته بعض العروض من أستراليا أمريكا البرازيل وحتى من البرتغال لكنه فضل وقال لعبت في كل الفرق الأوروبية الكبيرة في أرقار الأوروبية حصلت على كل الألقاب أريد أن أخذ خطوة جديدة وتحدي جديد في دولة جديدة وفي أسيا ولكن جميعنا تحدثنا وأنت أولهم أدهم أن هناك بعد سياسي وبعد ليس فقط رياضي من هذا التعاقد أولا أنها ستكون البداية محاويد بن سلمان يطبح بتغيير السعودية أن يجعلها واجهة ثقافية وسياحية حول العالم تنافس كل من دبي وقطر في الخليج واليوم نشاهد وجود لاعب ككريستان روناردو الذي يملك في جعباته ما يقارب المليار متابع على مواقع التواصل الاجتماعي الاهتمام والزخم الإعلامي الكبير الذي سيكون في الدور السعودي كشاف المواهب من الفرق الأوروبية الذين سيراقبون الدور السعودي سيعطي اهتمام ونزحة خاصة وأنه لن يكون الوحيد سبقه هناك لعبين ولكن الآن حديث يدور أن هناك عدة لعبين منهم ربما فرمينو البرازي في ليفربول إيكاردي الأرجنتيني والعافيق لاتصراي قد أيضا يستطيعهم دور السعودي هو اهتمام الجميع يعلم أن السعودية ليس بسر ترغب في أن تستضيف مونديال 2030 غارت من غارتها قطر وشاهدت تنظيم المهيب لذلك رونالدو سيكون السفير لهذا المونديال وجود هذه القامة الكبيرة في دور سعودي الاهتمام الكبير ولكن مرة أخرى نحن نشاهد اليوم ما يقارب في ملعب مرسول بارك كان ما يقارب 30 ألف مشجع ولكن سهام النقط ما زالت تواجه هذا اللاعب من أنصاره في أوروبا من الذين يقولون كيف للاعب بهذه القامة أن ينهي هذه المسيرة خاصة وأنه كان يملك بعض المقابلات الصحفية والتي قال فيها أنه لن يعتزل في دول العربية أو في ميركا وليد أن أفازل في القمة السؤال ما حدث معه دعنا نقول في مانشستر يونايتد حسم في نايت الأمر مشواره في الدوريات الأوروبية بسبب دعنا نقول الضغط الإعلامي الكبير الذي يجلبه كريسيانو رونالدو لا يفتل الانتباه بطبيعة الحال دعنا نقول حول قبلته نحو السعودية بالتأكيد رونالدو كان يعي جيدا أنه ظن أنه إذا قدم المونديال جيد وفي اللقاء الشهير مع فيرس مورغن الصحفي الإنجليزي قبل البداية المونديال بأسبوع والذي أنهى فيه هجم فيه نادي مشواره رونالدو كان يظن أنه سيكون هناك الكثير من الراغبات في ضمه في أوروبا ولكن على ما يبدو أن كما يصفه البعض كريسيانو رونالدو هو قنبلة موقوتة إذا لمستها ستنفجر وكل الفرق تعلم جيدا أنه موجود لاعب كريسيانو رونالدو هو سيكون قامة كبيرة ولكن سيؤثر على غرفة الملابس لأنه يطلح بأن يكون النجم الأوحد على عكس ديفيد بيكهام وإزالة إبراهيموبتش الذين يلعبون في سن كبير كانوا يلعبون في سن كبير ومزالوا ولم يؤثر عليهم هذا الأمر وكان لا يوجد معهم مشكلة أن يكونوا رقم 2 أو رقم 3 لكن رئيس النصر يقول بأن منذ أن تم التعاقد مع رونالدو هناك العديد من الرعاية العالميين يرغبون في ضخ الأموال لنادى النصر والنصر السعودي هناك اهتمام عالمي كبير سيكون هناك تبعات لهذا التعاقد ولكن دعنا نتحدث بصراحة عشاق القدم هنا نشاهد هذا الوجه هو يمثل هو كان يرغب بالبقاء في أوروبا هي كانت الفرصة الوحيدة أمامه ولكن المال أشكرك جزيلا شكرا على هذه المعلومات وكما قلت هذه الصفقة تفوق البوتر يغطي أيضا لديها صلاحيات خاصة